ناقش لقاء موسى عقيدة بالعاصمة عدن برئاسة وزير الزراعة والريو الثروة السمكية لواسالم السقطري وضم رؤساء وعضاء اتحاد التعاونيات الزراعية ورؤساء عدد من الجمعيات في محافظات عدن ولحج وأبيان دور ومهام الاتحاد في تفعيل الانشطة والبرامج الزراعية وأشار الوزير السقطري إلى دور الاتحاد في تنمية القطاع الزراعي وتحمل المسؤولية المناطة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الخثائي وشديدا على أهمية التوسع الزراعي وعزيادة المحاصيل الزراعية والحفاظ على المخزون المائي حثا على ضرورة حشد الجهود لإنجاح المشاريع الزراعية المختلفة وأهمها مشروع السد حسان نظرا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا المشروع على الأمن الخثائي للبلاد هذا وخرج اللقاء بعدد من الإجراءات التي تركزت في مجملها حول أهمية توحيد الجهود وحشد الطاقات لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي